في الأسبوع الثاني من عطلة الشتاء زرت وعائلتي خالي الساكن في مدينة أدرار خرجنا معه في جولة إلى منطقة قصر كيركن وفجأة ظهرت أمامنا إثنة عشرة من روحة عملاقة تمتد على مدى البصر فسألت خالي في دهشة ما هذه الأشياء الغريبة يا خال إنها مولدات كهربائية هوائية عجاباً وهل الهواء يعطي كهرباء؟ نعم يا عصام إن هذا أول حق لإنتاج الكهرباء بالطاقة الريحية وهذه المحطة تعمل منذ شهر جويليا 2014 هذا أمر رائع وأكثر مما تتصور فمنطقتنا تتميز بهبوب الرياح طيلة أيام السنة هذه الطاقة النظيفة المتجددة دعمت بشكل كبير حاجياتنا للكهرباء بعدما استمعنا إلى نص فهم المنطوق زيارة إلى أدرار ننتقل إلى الأسئلة أي مدينة زارت العائلة؟ ومتى كان ذلك؟ زارت العائلة مدينة أدرار جنوب الجزائر في عطلة الشتاء ما هي المنطقة التي تجول فيها؟ المنطقة التي تجول فيها هي منطقة قصر كيركن في النص شيء أدهش عصام ما هو؟ الشيء الذي أدهش عصام هو كيف أن الهواء ينتج كهرباء منذ متى بدأت تعمل هذه المحطة؟ بدأت تعمل هذه المحطة منذ شهر جويليا 2014 أذكر مزايا الطاقة الهوائية مزايا الطاقة الهوائية تعطينا طاقة متجددة ونظيفة وتدعم حاجيات الناس بالكهرباء اختر الإجابة الصحيحة تم اختيار مدينة أدرار لتكون أول حقل لتوليد الطاقة الكهربائية لأن منطقة أدرار تمتاز بكثرة الأمطار أم منطقة أدرار تمتاز بكثرة هبوب الرياح أم منطقة أدرار محاطة بالبحر من كل مكان تم اختيار مدينة أدرار لأنها تمتاز بكثرة هبوب الرياح هي الإجابة الصحيح ماذا تنتج المولدات الكهربائية؟ تنتج المولدات الكهربائية الطاقة الكهربائية أي الكهرباء أذكر إذا ما كانت الأعمال التالية مفاجأة أم لا تساقط الأمطار صيفا بالصحراء مفاجأة لأن الأمطار لا تسقط في الصحراء صيفا هبوب عاصفة رملية في الصحراء لا ليست مفاجأة نجاح المجتهد لا ليست مفاجأة لأن المجتهد يجب أن ينجح سقوط صحن فضائي هم عبارة عن مفاجأة وأتمنى أن لا يسقط علينا صحنا فضائيا شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر